في الولايات المتحدة الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقوا على ضرورة التوصل إلى اقتراح حول تجديد حقوق حيازة السلاح اليوم الخميس سيناقش المقترح الذي يدعو إلى فحص جنائي لمشتري الأسلحة والتأكد من سلامتهم العقلية تحدثت السيدة ميشيل أوباما عن سوء استخدام السلاح الذي أدى إلى مقتل إحدى الشابات قائلة هل أننا نفي بالتزاماتنا حقاً تجاه أطفالنا؟ إنه السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا في شيكاغو وفي كافة إنحاء البلاد إنه السؤال الذي ألمني كثيراً حين التقيت بزملاء هلية بندلتون يوم تشيعها الجميع تحدث عنها كأعزي صديقه اسمحوا لي أن أقول لكم من الصعب ما عرفت ما نستطيع أن نفعل حين نكون أمام صالة مليئة بالمراهقين الذين يتهيئون لدفن الصديق العزيز علينا أن يفي بالتزامات نتجه أطفالنا بشكل صحيح لا توجد مشكلة تتعلق بفحص خلفية مالك الأسلحة أعتقد أن الشخص الذي ليس لديه ما يخشى عن ماضي لا يخاف الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق إن كان يجب انتظار يوماً أو ثلاثة أيام لشراء سلاح أعتقد أنه ثمن قليل للتأكد من سلامة الأشخاص الذين يستخدمون السلاح